ونعم ملعب الاتحاد مشاهدين العزاء الجماهير تترقب فريق ماشستر سيتي يواجه فولم في هذه المواجهة الصعبة الآن الابتعاد بالنقاط لليفر بول كابتن حاتم هل يسبب ضغط على سيتي وارسنان؟ هذا أكيد يعني الضغط الرياضي أكيد دائما موجود لدى الفرق التي تتنافس من أجل اللقب لكن عودنا لسيتي وكذلك أرسنال تعامل تحت ضغط بشكل إيجابي اليوم الدور لا يزال طويل ولا يزال مباريات كبيرة ستواجه جل الفرق المتنافسة على المستوى الدوري سيتي بعض الكيدا والإصابات التي حدثت في الفريق بالنسبة الرودري كذلك كانو دوبراين ممكن تشكيل إيدرسون في حراسة المرمى رباعي الدفاع الموجود لويس دياسا كنشي وكفارديول على المستوى رباعي الدفاع وهنا نتلم على الظهير الأيمن أنه قادر يدخل إلى عمق الملعب سيلفا وجندوغان كوباتيش طلاثي وسط الميدان وهالاندو جريليش وفودن في الفجوء منعلم جيدا دائما في غياب رودري يؤثر الفريق هناك أنبان وفريق سيقوم بتعاقدات في الانتقالات الشتوية ما دعم فولان كابتا محمد؟ نتائج مميزة الملكو سيلفا مع فولان 11 نقطة فرما بينهما بينهما بين الستسلس نقاط فقط لغير لينو في حراسة المرمى له دور كبير النهاردة الأربعة الموجودين في خط الدفاع روبينسون وباسي وأندرسن وتيتي ميلون الأربعة خمسة واحد أيوبي ولوكتش وبرج وبريرا بريرا وبرج ولوكتش السلاتة تلاتة موجودين في عمق الملعب بأدوار متشابهة نوع ما ينقصهم السرعة إنما يدوا صلابة أو توازن كبير في نص الملعب مع الاعتماد على تيراوري وأيوبي في تكملة أعتقد تشكيلة الاهتمام بالجوانب الدفاعية لا يوجد مساحات بين القطود الاعتماد على سرعة أيوبي وتراوري وخمينيس في عملية التحولات السريعة بالنسبة لفولام الذي لم يخسر هذا الموسم سوى ضد اليونايتد في المباراة الافتتاحية هذا هو ملعب الاتحاد مشاهدين العزاء الآن الضحك في الستوديو غير طبيعي بصراحة لا أنا جاية أشتغل بس معاك أنت لا يمكن أشتغل دعونا نذهب إلى ملعب الاتحاد مشاهدين العزاء ماشستر سيتي وفولام هنا سيلفا في مواجهة بيب غورديولا وبقية اللقاءات عبر بيين سبورتز حيث أرسنل سوثامتون برينتفورد يواجه ويلفر هامتون وأيضا من جهة الأخرى ويست هام يواجه إبسويشتاون وليستر سيتي أمام بونموث وبقية اللقاءات مشاهدين العزاء مع بيين سبورتز نذهب الآن مشاهدين العزاء إلى لقاء مانشستر سيتي وفولام شكرا لزميل عصام شوالي هذا الشوط بين مانشستر سيتي وفولام ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف مثله في مباراة مميزة حيث أندرياس وكوفازيج سجلوا لمصلحة فرقهم في هذا اللقاء الذي كان قد تألق في فولام بشكل كبير كما عاد مرة أخرى في النتيجة مانشستر سيتي اللقاء يعتبر من أهم لقاءات فولام حيث يبدو بأن فولام مجهز أتم الجاهزية لهذا اللقاء شوط تكتيكي مميز من ماركو سيلفا صراحة هو قفل كويس أو دفاعيا معظم الوقت وبعد كده الهجمات المرتدة السريعة عنده تروري طيارة عمل كل حاجة إلا الفينيش الأخير بتلت تمريرات وصل الفريق بالهجم المرتدة السريعة الالتزام الدفاع عبا زيز ودور أيوب ناحية المين لما يبقوا يرجع من الكرة دايما معهم تبقى خمس مدافعين والانطلاقات السريعة دايما عمل تكتيكي مميز بالنسبة للفريق زي ما قلت السرعة في حملية التحولات دايما بأقل التمريرات بيوصلوا لمرمى الستي اللي ماكشوف قوي دفاعيا الستي وماكشوف ليه لأن الضغط العكس بتاعها قوي ما في إدو الكرة مش موجود والضغط العام بالنسبة للفريق مش موجود فتلاقي فيه أريحية حتى بهدف بريرة تلاقي فيه دايما سلاسة في عملية البلد أب بالنسبة لفولان فده أنا شوف دور كبير بالنسبة للفريق ككل الحاجات اللي زي دي بيطلعوا عليها كويس مفيش ضغط في مساحات للعيمة وسط الملعب ولا جاندو جان ولا برنادو سولفا ولا فودن بيقوموا في عملية الضغط فتلاقي دايما أريحية بالنسبة للفريق براحته أول عندهش مفيش استعجال وعنده أندرسن وراء برضه من صناع اللعب الكويسين المدافعين عنده كورته كويسة يقدر يخرج بالكورة مسواء من عمق الملعب أو أطراف الملعب فالفريق بينقل نفسه في نص ملعب السيتي وملتزم لما بيفقد الكورة ملتزم من النواحي الدفاعية زي ما قلت دايما أن أنت لما بيقع معاك الكورة يازم أنت شارك يبقى جيد وقدرة الفريق دايما نعب عزيز في الاحتفاظ أنت بتلعب السيتي لا بتلعبش أي حد فالفريق عنده ثقة وعنده أسلوب لعب واضح بكورة وبدون كورة وتيجي بقى اللحظات الأخيرة وفي المهارة الكبيرة بالنسبة للفريق حوالي عشرين تمريرة وهنا المهارة الكبيرة بالنسبة للخيمينيس إزاي شاف بريرة في المساحة الدقيقة وإزاي التكنيك العالي بالنسبة ليه بكعبه حطها لبريرة بثلاثة وعشرين لمسة عمل وجول من أفضل الأهداف الجماعية للفريق في الدورة الإنجليزية ومش أي أحد بيلاعب السيتي اللي دايما مماس عملية الضغط السريع وعملية الزجاع الكورة بسرعة نعم يعتبر هذا الهدف من أفضل أهداف في البرامر ليك حتى الآن في ست جوالات أو سبع جوالات تقريبا لا الهدف جميل حقيقة وخاصة أنه لا نتكلم على هدف عن طريق كونتر تاك لأنه فلام عن طريق أكيد هجم وتعتبر هجمه موركسة لأنه الفريق بدأ الهجم من خلف إضافة أنه التعامل تحت الضغط كذلك فلام أبدأ نتكلم عن المدرب سيلفا أنه حظر المباراة جاهز المباراة بشكل جيد العرضية كذلك الاستلام لأنه نتكلم على أيوبي نتكلم هو الفريق بخمس مدافعين بخمس مدافعين يدافع بمعنى أنه دائما على الطرف دائما هناك لاعب فري ثم نتكلم على خيميناز خيميناز هدف حقيقة لاعب ممتاز جدا يعني ينقل الإصابة التي تعرض لها في فترة ما أثرت عليه ثم أكيد نتكلم على هدف نتكلم على لاعب بيريرا والتمركز ما بين المدافعين إضافة أنه تكلم عصام شوالع ريكولا لويس اللي هو كان من نقاط ضعف اللي هو كذلك أنه لاعب جيد جدا لكن في مباراة اليوم بالذات أنه لما تكلم على الحجم المرتدة اللي ينفرد بها تراوري اللاعب ركز على تراوري أكثر من الكورة لأن الكورة كانت في متناوله لو كان تعامل مع الكورة فقط لكان قادر أنه يستلمها لكن هو ركز عنه يحجز اللعب سليم هنا فالتحولات هذه أكيد من تجهيز المدرب لهذه الحالات في التدريب الكورة كان أقرب ركز على تراوري تراوري كان أذكى منه لم يذهب للاتحام مباشرة ذهب للكورة لذلك استطاع أن يذهب مع الكورة وكانت فرص تراوري لو كان لعب ولذلك تراوري انتقال للبرشلون وانتقاله وتراوري لو كان مستوه أعلى لكان قادر أن يرفع الكورة تشيب كونترول ثاني وتشيب لو كان نسجل أداء لكن بعد قطع هذه المسافة أكيدا نتكلموا على لعب لو كان خيميناز لقام بيبل لو كان في هذه الفرصة خيميناز لطمعها بشكل أفضل متعامل بيتراوري لأن الحراسي اليوم في هذه الفترة لكلهم يستعمل يديه وكذلك رجليه يفتح أقصى شيء من أجل التصدي كما فعلها إدرسون لكن لو رفحها بالحارس كان قادر أن نسجل بس أصب الشوالي العيب عصام قال أنا لو أنا ما كان تراوري كنت أخذت خطوة صحيح وشفت قول عمل إيه عملت تشيب بيكون الحارس اتخذ قرار عصام لم يلعب في المستوى العالي لكن بحكم أنه يعلق لمستويات الكبيرة وأصبح يفهم في كورة الخزم وتحيل زميننا عصام وتحيل عصام الشوالي هناك فرص خطيرة كانت حاضرة في دقيقة تاسعة والعشرين تقريبا من قبل تراوري تراوري لم يتعامل بالشكل المطلوب مع الكرات التي كانت أمام المرمى بص ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش كل حاج كل حاج صحيح عنده السمعة عنده القوة ما عندهش المهار صحيح الفينيش الأخير لو عنده الفينيش الأخير مظبوط كان لعب في ريال مدريد لعب في برسلولو لعب شوية لعب شوية مشهور لعب شوية مشهور السيناريو بتاع الفولم سيناريو نمو زجع بزيز سجل هدف وقاتله فرشتين أو ثلاث فرص والتزام والدفاع طوال الوقت هل يستمر على نفس النهى ممكن لكن تراوري لو يعمل معه المدرب على عملية الإنهاء يكون حاسم انتهى الأمر انتهى تراوري تقدم في السن وانتهى تراوري لو كان فيه مرة تحصن عنده سنوات يخي ايام قلنا لوكاكو انتهى وعاد مرة وقال هذا ينت تتكرر ويلفر عمتن وفلهم وبرشلون لكن هنتكلم سيتي انا اعتقد نجا من الشوط الأول وخرج بتعادل اعتقد ثمين جدا لانه كان قادر ان يكون متأخر اقل شيء بهدفين وثلاث هدف فهذا مهم الفريق في بعض الاحيان اصبح نوم عن ما مكشوف وكأنه الرشتة ارتتة منحها للعديد من الانديا انه تدافع بعشرة لاعبين ثم لديك السرعة كما موجود لدفولام والكونتراتاك وهذا الكونتراتاك لانه شاهدنا الفريق بثمانية تسعة لعبين متقدم وكله يحاول نعب الكورة لما تخسل الكورة تكون مكشوف للخصوم واتمنى ان يتدارك هذا في الشوط الثاني نذهب الى ملعب الاتحاد الآن في صدد بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء وباقية اللقاءات الاربع الأخرى التي تلعب بنفس توقيته بعضها البعض وعود مرة أخرى لأعصام الشوالي شكرا لزميل لأعصام الشوالي هذا اللقاء ينتهي لمصلحة أصحاب الأرض بعد معانات كبيرة في محاولة التباري أمام الفريق الزار فولم الذي ظهر بشكل مختلف بشكل قوي ولكن أضاع كثير تراوري لربما قد يكون هذا الحديث مهم لتراوري لأنه أمام أحد أفضل المدربين في العالم ولربما يكون لبيب كورديولا جزء كبير على مستوى الانهاء أو محاولة التغيير أو لربما الانهاء على طريقة كابتن محمد أبو تريكا كما شرح بين شوطي اللقاء ولكن بكل تأكيد دائما ما تكون نصائح ببيب كورديولا نصائح لها قيمة كبيرة لدى اللعبين في مختلف الفرق التي دربها من قبل ثلاثة مقابل اثنين لصالح ماشيستر سيتي وثلاث نقاط ثمينة كابتن محمد خوز بعد معانات المكافأة لأن الاتراوري راح بثلاث كوهر لو كان جاب الثلاث كوهر كانت العزيمة الأولى لجوارديولا جوارديولا لا تسابش حاجة تكلم لعبته وكلم لعبته لقصب دي طبيعة جوارديولا تلاتين مباراة رقم ممتياسة حتى ألام في التاوري بدون العزيمة وبعد تعادلين مع أرسنان ونيوكاسد كان الفريق ضروري أن يرجع لعملية الفوز وأعتقد أنه فوز بعد معاناة هناك عيوب دفاعية وأخطاء دفاعية كتير إنما في الأخير عندهم اللاعبين قادرين على أحداث الخطورة بالنسبة لي ونسجلوا ثلاث أهداف في مباراة كشف التعيوب الستي الدفاعية تعونا مشاهدين العزاء الآن من جانب آخر أيضا كما تحدث كابتن محمد أبو تريكا عن الأهداف التي أتت في هذا اللقاء الخمسة بعد معاناة لماشيستر سيتي بشكل غريب ظهر ماشيستر سيتي حيث لم نشاهد هالند كما هو المعتاد ولكن شهدنا أهداف لفولام بشكل رائع وجميل كابتن حاتم الطرابولسي يعني أكيد أنه فولام كان جئت ومباراة اليوم شوط له السجل الهدف وأضاع حقيقة بالكعب وخيمي ناز واندريس بيريرا السجل الهدف الافتتاح ونحس حد سيتي أنه أضاع العديد من وفصلها ومستطاع العودة عن طريق تجيب كوفا سيتش الهدف في مادة التعادل وكانت كذلك من لديه بعض الفرص سيت إلى العودة معنات سجيل الهدف الثاني لكن بشوطة ثانية أكيد الفريق ضغط واستغل كذلك أنه فلهم أهضاع مرة ثانية بعض الفرص وعخيبكم بسيتش عن الكنترول كان ممتاز والتزديد كذلك أنه سجل الهدف الثاني هدف الاتقاد ومن من ذلك أنا أكيد أنه تغييرات من كل الطرفين قام بها وإضاعت كذلك فلهم لبعض الفرص والتراوري كان أبرزها دوكو دخوله كان فعال ولاعب سريع وكذلك تحدد هدف الهدف الثالث هنا من الفريق كان في طريق كذلك أنه سيتي تسجيل هدف الهدف الرابع لكن في الأخير أنا استطاع فلهم أن يسجل الهدف من السجل الهدف الثاني بعد يعني نسوه تمركز من سيتي واستغل بعض الأخطاء وسيتي لاحن لديه بعض الأخطاء أكيد المستقبل بده المدارب أن يسح بعض الأمور تعالي مشاهدين العزاء الآن نستعرض ترتيب جدول البريمر ليك وأندياته في بعض اللقاء التي لعبت لهذا اليوم من الجولة السابعة حيث يأتي ليفر بول في الصدارة بثمانية عشر نقطة يأتي سيتي آرسنر بسبعة عشر نقطة بعد تحقيق انتصارين مهمين لكل الفريقين منذ قليل تيلسي حتى الآن يم يلعب أيضا هو وأستون فيلا بثاثة عشر نقطة فولم بأحد عشر نقطة نيوكاسل ينتظر لقاء جوديسون بارك بأحد عشر نقطة توتنام بأحد عشر نقاط برينتفورد أيضا بأحد عشر نقاط وبرايتون بتسع نقاط نوتينك هام فورست بتسع نقاط وست هام يونيتد بونموث بثماني نقاط ماشستو يونيت بسبع نقاط لستا سيتي ست نقاط وإفرتون أربع نقاط مع بسويش تاون كريس الباس بثلاث نقاط سوثامتون وولفر هامتون بنقطة وحيدة فقط على مستوى المركزين الأخيرين بعدما شاهدنا الترتيب الآن يعني كان الضغط على أرسنل ماشستر سيتي أكثر من ليفر بول ليفر بول مع رنيس لوت حتى الآن حقق انتصار مهم صحيح الضغط على كابتن محمد سعدون نعم اللي انت فتحدي موضوع عشان يجهز بس صعبا ما يجهز محمد سعدون طيب شوف أنا حاول أغطي على صديقي أنا من حقي أنا من حقي أن أنا أغطي على صديقي لكن أنت فضحت الدنيا كلها لا بس هو جاهز هو جاهز بس أنا أغطي على صديقي يا أخي يا 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 كابتن محمد سعدون دلوقتي جائز ووصل طيب شكرا قالت قال ما سمعت قال الضغط على محمد سعدون لماذا الضغط عليه؟ قلت لي يا أخي الآن الضغط صار على ليفربول طيب صحيح؟ لماذا فائز ليفربول؟ لا عفوا على أرسنال ميشستر ستي بعد ما فائز ليفربول تمام فسألته سؤال هيبا؟ وكنت أحاول أني أجزء السؤال لي سؤال ثاني فقال لي لا حبيبي الضغط كله على محمد سعدون لماذا؟ لأننا كنا ننتظرك تشرفنا فقلت له أنا فقلت له أنا أغطي على الصديقي من حقي يا أخي يحق لك مش عجبك أني متأخر؟ لا لو مش عقبك اطبي التفزيون لا لا مش عقبك اطبي سأل خير السؤال كان خارج المراقب كنت معه خضارك طيب كلها دي اسمين حمالاسية كنت تطرغب يا أخوز وقف جنبا يشوف طلقاتي ميني ساب سأل خيرك سأل خيرك خليت محمد يغير السيستم ويجيني أنا يقول أول شي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا أحاتم طرابوسي شكرا لفخر قطر احنا نتقدرك أنا أصغر منك كم ثلاث سنوات تقريبا بس خلاص شي أبني سأكرني قدرا لا أنت النجم وأنت الرياضي الأول والأوحد خلنا ندش في الكور عشان لا يطفن التلفزيين سؤال في دروب خلا بعدين طيب شكرا عبد العزيز شكرا كفتا محمد الكفتا الحاتم نستمر معكم في هذه التغطية يا مشاهدين العزاء نفتح ملاف مبارا أخرى من برامر ليج بعد قليل ثم نختتم هذه الأمسية به مباراة كبيرة منتظرة من الدولية الأسبانية لكورد توسرى سالة سنع選 سئة سائة سيئة سيئة سائة سائة سيئة سوريا سالة سائة اشتركوا في القناة